أكد الرئيس السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية مشددا على دعم مصر لكافة المساعة الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدعم التوجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف كما أكد الرئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتسيير خروج المواطنين المصريين والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم هذا وقد أوضح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما وخلال الاتصال أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي ترجمة نانسي قنقر